يمكن قضية الختام بالنسبة لي أنا وبالنسبة أعتقد لناس كتير ممكن تبقى أهم كتير من الحدث المؤسف اللي حصل مبارح بس ناس كتير طبعا منتظرة أن احنا نعلق على ما حدث بالأمس فجر أمس الحقيقة يعني بعد ما خلصت البرنامج رجعت ما اتفرج لقيت طبعا اللي حصل والمشدة اللي انتهت للأسف باشتباج بالعيدي ناس كتيرة بقى كنت بتقول إيه؟ لا والله إحنا زعلانين جدا من البرنامج نهما قطعوا وقت الضرب إحنا كنا عايزين نتفرج على الضرب الحقيقة يعني يعني ده على الجانب اللي دمه خفيف يعني على الجانب الآخر اللي دمه تقيل أنا ما أقدرش أقيم الأشياء لأنه أنا جزء من الإعلام وبالتالي سواء أنا بعتبر نفسي جزء من الإعلام ده أو الإعلام ده أنا ما أقدرش أن أنا أضع نفسي كمقيمة لأداء برنامج أو لأداء زملاء لأنه أنا عندي ثلاثة من الزملاء الحياة في هذه الحدثة المؤسفة اللي أنا بشوف أنها مؤسفة جدا فأنا ما أقدرش أن أنا أضع نفسي لتقييم وأقول ده الإعلام الصح وده الإعلام الوحش لا ده بيحصل برة لما بيحصلش برة ما أقدرش أن أنا أقف مقيمة أنا مش دوري أن أنا أقيم الجمهور يقيمني الجمهور يقيم زملائي الجمهور ومن يقول يعني إيه الصح وإيه الغلط وأيضا أسات زيتنا بيقولولنا وإحنا بنسمع على أسات زيتنا والقانون هو اللي بيضع الضوابط وأنا بحترم القانون وبلتزم بالقانون جدا وإحنا قبل ما بنطلع لكو على الهوى وهو تفتكروا إن إحنا بنطلع كده نقول كلام من دماغنا إحنا بنقعد أنا وفريق البرنامج وأنا والأستاذ محمد هاني في نقاشات متواصلة متواصلة أنا ومحمد هاني في نقاشات متواصلة لقبل الهوى تلات دقائق على ما يصح وما لا يصح على ما يجب وما لا يجب على إيه اللي يتقال ويتقال إزاي كل حد عنده قواعد وفي ناس ما عندهاش قواعد دي أمور تخص أنا تاني ما بقدرش أحط نفسي قيمة على الأمور الحاجة نقطة الوحيدة الحياة اللي أحب أن أنا أذكرها هو أني لما بتفرج على أشياء بتصل إلى هذه الدرجة من الانفعال للأسف ممكن حد يقول ده موجود برة ما هو كان موجود على الجزيرة اللي خلقت فكرة الكروس فاير وخلقت فكرة الانقسام وكان فيه ناس بتضرب بعد عند فصل القاسم أو في فاكس نيوز أو في حاجات تانية هو السؤال هو المجتمع يستحمل ده مجتمعنا دلوقتي يستحمل ده هو هل خناقة بين اتنين تستحمل كل هذا الاهتمام وكل هذا التركيز طبعا اتنين نجوم وبالتالي أو تلاتة نجوم وبالتالي أكيد النجوم بتأخذ أسماء وبالتالي هي دي نيوز لكن هل مجتمعنا اللي بيعاني من معدلات فقر اللي بيعاني من معدلات جهل اللي بيعاني اللي فيها ناس بتتقتل كل يوم على الحدود ناس بتتقتل في سينة اللي عنده مشاكل إرهاب هل المجتمع يستحمل ده؟ هل المجتمع هي دي القضية اللي لازم نصدرهاله؟ هل دي القضايا اللي احنا لازم نصدرها في مقدمة المشهد؟ ده السؤال اللي انا بسأله لنفسي كل يوم وانا طالع الهواء برغم ان احنا من واجبنا ان احنا نقدم تسلية من واجبنا ان احنا نقدم ضحكة ابتسامة انترتينمنت ده شغلنا ان احنا مش بس نقدم حاجات عميقة وحاجات تمثل المواطن لكن ايضا بنقدم انترتينمنت بنقدم صحة بنقدم طب بنقدم قضايا اجتماعية بنقدم تسلية عادية جدا بنقدم غنى ده واجبنا ان احنا نقدم انترتينمنت نقدم شو متكامل لكن نوع الشو ده هو اللي احنا بنقعد نتناقش فيه كل يوم بدقة شديدة جدا من درجة ان احنا فعلا عندنا حسابات معقدة جدا قبل ما نطلع على الهواء مرة اخرى لا استطيع ان اقيم ما قام به زملائي ما كنتش احب اتفرج على المشهد ده وفي ناس تانية كانت تحب تتفرج على المشهد كامل على المشهد الضرب بقى بكل يعني بعد ما سمعنا كمان والاحداث بقى ويعني كابتن شوير الحقيقة ضخم وكابتن الطيب يعني اللي اتنين يعني اقوية فكنا يعني في ناس كتير كانت تحب تتفرج على المشهد كله وزيله قوي قوي من المخرج اللي قطع المشهد في اخر لحظة لكن هو السؤال احنا بنقدم ايه للناس بنصدر ايه للناس ده سؤال علينا كلنا ان احنا نسأل نفسنا ونجاوب بضمرنا احنا بنكسب ايه وبنخسر ايه ممكن نكون بنكسب مشاهدة لحظية الان لكن بنخسر ايه بنخسر ناس مشاهدين اخرين بيزداد الاحتقان احنا بنزود الاحتقان في هذه الانقسامات بيزداد الاحتقان بدعوة تاني اهلي وزمالك وزمالك واهلي وابتدينا كل واحد يقف قدام التاني تاني احتقان البلد مش محتاج احتقان البلد محتاجة تتلم كان نفسنا الجماهير احنا عايزين ندعم الجماهير انها ترجع تاني للكورة البلد محتاجة تتلم مش تتفرق ترجمة نانسي قنقر